بعد ما اتكلمنا مع بعض في الفيديو السابق عن طريقة لتوليد او انشاء صور احترافية من خلال الذكاء الاصطناعي وكلمتك عن الموقع الكنز اللي انت تقدر به تعمل الصور دي بطريقة مجانية بدون اشتراف او تسجيل جيت دور بقى عشان لو انا حابب الصور دي اضيف عليها تأثير حركي او اخليها فيديو متحرك زي ما حضراتكم بتشوفوا كده الجميل في الموضوع برضو ان الموقع ده برضو موقع كنز ليه بقول كنز عشان الموقع ده برضو مش بيطلب منك لا تسجيل ولا اشتراك ولا بيديك عدد محدود ليه الصور اللي انت ممكن تعمل بيها فيديوها طيب الكلام ده بيتم ازاي ده اللي هنعرفه سريعا مع بعض وما تنسوش الشير والسبسكرايب وبلا اشتفاع اللي زر الجرس عشان ببجناي شكرا السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله يلا سريعا نبتدي ونشوف ازاي اقدر احول اي صور موجودة عندي انشأتها عن طريق الزكاء الاصطناعي او صور موجودة عندي على الجهاز وعايز احولها لفيديو متحرك او اضيف عليها تأثير حركي بحيث ان انا اقدر استخدمها برضو على السوشيال ميديا زي ما قلت برضو في الفيديو السابق كل واحد على حسب اهتمامه او شغله على ايه على اليوتيوب على التيك توك على الفيسبوك هيقدر ان هو يستخدم الادوات الخاصة بالزكاء الاصطناعي بحيث ان هي تخدم المحتوى بتاعه طيب اول حاجة عشان الناس بس تبقى عارفة البداية هبتدي من الموقع السابق اللي هيبقى الشرح بتاعه بالتفصيل موجود فيه التعليق المثبت لو انا عايز اعمل عليه صورة احترافية عشان استخدمها بعد كده وحولها لفيديو متحرك هاجي هنا وامحاطة الامر او التفاصيل اللي انا عايز الاداء اللي موجودة في الموقع تحولها لي الى صورة فخلاص انا كتبت الاوامر وهانضغط على جينيري طبعا في ثواني زي ما حضراتكم عارفين الراجل بسرعة ام عامل الصور اللي انا طلطها منه على حسب التفاصيل اللي انا كنت كتبها فاختر اي صورة منهم مثلا وعلى سبيل المثال هاخد الصورة ديت واحفظها عندي على الجهاز تمام بعد كده بقى هنعمل ايه هنروع على الموقع الجديد اللي انا جايبه لك اللي من خلاله الصورة اللي حضرتك شايفها ديت هنعمل عليها تأثير حركة او هنحولها لفيديو يلا مع بعض نشوف هنروع على متصفح جوجل وهنيجي في شريط البحث ونقوم كتبين هاجينج فيس ده اسم الموقع اللي احنا هنستخدمه في عمل فيديو من الصورة بتاعتنا بعدها هتفتح معاك الصفحة ديت هنقوم رايحين على اول نتيجة بحس معانا اهو ونقوم ضغطين عليه بعدها بيتفتح معانا الموقع بالشكل ده وزي ما اتفقنا لا هنسجل ولا هنشترك فيه احنا هنقوم رايحين على الاختيار اللي موجود فوق اهو اللي مكتوب لو انا قلبت باللغة العربية هيبقى مساحات اهو بس يعني انا بتكلم على اساس لو انت مش هتعرف تترجم الموقع لو انت مثلا بتستخدم الهاتف ومش هعرف تعمل الحركة ديت اهو المساحات تمام؟ فهرجعه تاني انجليزي عشان يبقى لكل فهم الخطوات معايا بالترتيب فهضغط على spaces اهو بعدها بتتفتح معايا الصفحة ديت وطبعا الموقع ده فيه حاجات كتير اوي ممكن ان احنا نستخدمها بس انا هنا هركز على الجزء الخاص بتحويل الصورة الى فيديو فحضرتك هتبتدي تنزل لتحت كده وتدور على الاختيار ده طبعا ممكن ما تلاقوش في اول صفحة عادي تضغط على الصفحة التانية لغاية ما توصله وهو هو ده الاختيار اللي هتضغط عليه واللي من خلاله هتبتدي تحول الصورة التحت فهنضغط اهو بنلاقي الصفحة ديت فتحت معانا وكل اللي مطلوب مننا بيقولك اسقط الصورة هنا سواء ضغطت على السهم ده او السهم اللي تحت او كمان لو انت اللابتوب بتاعك او الهاتف فتحت الكاميرا وعايز تصور صورة شخصية بحيث ان انت تحولها كفيديو متحرك عادي برضو تقدر تعملها من خلال الزر ده وهنا تحت من دي نمازج لصور اتحولت الى فيديوهات لو ضغطت عليها يعني تعالوا بسرعة كده مثلا نشوف الطفل ده كده اهو ادي الصورة وادي الفيديو لما اضغف عليه تأثير حرقي وهو زي ما انتوا شايفين تقدر بقى ان انت تستخدم فيديو زي ده ويخدم اي موضوع انت بتعمله على ستوشيال ميديا تمام تعالوا بقى نرجع ونشوف احنا لما هنيجي نعمل الموضوع ده فهضغط على اسقاط الصورة هنا هيبتدي يفتح معايا الصور اللي موجودة على الجهاز هختار الصورة اللي انا حملتها من الموقع الخاص بتوليد الصور الاحترافية وبعدها في ثواني هقوم رفحها معايا كل اللي انا هعمله هقوم ضغط على كلمة generate زي ما انتوا شايفين هنا بقى بيديك رسالة دي ايه انت وحظك ممكن تيجي او لا دي على حسب لو فيه ضغط على الموقع يعني هنا مثلا بيقول لي فيه قدامك اربعة بيستخدموا الموقع بيحولوا الصورة بتاعتهم لفيديو متحرك فانت واقف في الصف يعني معهم لما هيجي الدور هيتم تحويل الصورة بتاعتك لفيديو على طول فانت هتنتظر وما تقلقش من الموضوع ده خلاص بعد ما جي علينا الدور زي ما انتوا شايفين خلاص الفيديو بتاعي بقى جاهز بعد ما حولي الصورة بتاعت او لو ضغطنا كده زي ما انتوا شايفين او اضاف تأثير حركة على صورة الطفل كأنه بيتمشى على الشط فطبعا موضوع زي ده زي ما بقول مجاني مش طالب منك اشتراك ولا تسجيل تقدر ان انت تستخدمه الناس اللي بتعمل محتوى قصص لاننا ممكن مثلا في الموقع الاولاني اللي احنا بنولد بيه صور ممكن اخلي اختار الستايل او الديزاين بتاع الصورة انمي او سري دي بحيث تكون صورة الطفل كارتون لو انا عايز الناس اللي بتعمل قصص او ما شابه فكل واحد على حسب محتوى هيقدر سواء فيه توليد الصور او كمان لو حاب يحولها فيديوهات وطبعا لو الفيديو عجبك خلاص بعد ما شفته بتقوم ضاغط على السهم ده ويمحمله على الجهاز بتاعك ده كان الامر بكل بساطة ويرب اكون قدر تقفتكم وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلى على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة